أنا لما قلت يا رب يا رب هديت وهدي بالي أنا تكلت عليك في كل أحوالي بسم الله الرحمن الرحيم برحب بحضراتكم والدنيا بخير مهما كانت الأزمة والصعوبات حيجي يوم وهتتفتح كل الأبواب أصلي ربنا شايف سعيك وعملك وعشان دعائك حيرزقك بالأسباب بس انت ارفع إيديك للسماء وادعي ربنا صوتك وطلبك يوصل من غير حجاب هتلاقيه زي موعدك وفا بس انت ادعي ولح في الدعاء ربنا هيستجاب الدعاء وأسراره وشروط استجابته ده اللي هنقوله النهاردة ان شاء الله مع فضلت الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازي وعضوا اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف وان شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم فضلت الشيخ سلام عليكم أهلا بحضرتك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بسعادتك وأهلا بجميع العاملين في هذه القناة الجميلة وبجميع المشاهدين والمشاهدات الدعاء عبادة من العبادات ربنا سبحانه وتعالى قال فإني قريب بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده من مقاصد الصيام ومن مقاصد شهر رمضان أن يعلمنا أن ندعى ربنا في كل وقت ويعلمنا أن ربنا بيستجيب لنا الدعاء في كل وقت لفت نظري أن آية الدعاء جاءت وسط آيات الصيام الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الآية اللي بعدها أيام المعدودات الآية اللي بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية اللي بعدها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية اللي بعدها أحل لكم ليلة الصيام الرفس إلى نسائكم ففي وسط آيات الصيام جاءت آية الدعاء عزيني خلي الآية في إذن اليمين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الآية الثانية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم لفت نظري ثلاث كلمات إن الأقل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي فبنص القرآن كده الدعاء هو العبادة العبادة كلها في الدعاء ليه؟ لأن أنا مجرد ما برفع إيديا ربنا مع إني أنا شخصيا ومعظمنا كده كان يستحي يمدي إيده حتى لأبوه منتظر لما الأب يقول له الحمد لله من نعم ربنا ما بنمدهاش لأي مخلوق إن شاء الله مش هتدي الحد بإذن الله يا رب يغنينا عن خلقه ورحمنا رحمة يغنينا أبيه عن رحمة من سواه أمين يا رب فالحد من الأب يقول له إيه إنت معكش فلوس يسكت يديله فأنا أستحي حتى من أبي أمدي إيدي ليه أنا ما بستحيش من ربنا أنا بمدي إيديا لتنين مش إيد واحدة أنا لما برفع إيديا ربنا أقررت على نفسي بالفقر ولربي بالغنى أقررت على نفسي بالعجز ولربي بالقدرة أقررت على نفسي بالذل ولربي بالعز وأقررت على نفسي بأني محتاج وربي صمد وهكذا فمجرد ما رفعت إيديا يعني رفع الإيديا في الدعاء بتفرق عن إني أبدعي كده بالثاني لا ده حكم فقهي ده نحية تانية أنا أقصد مجرد ما بتدعي إنما إمتى نرفع إيدينا ده أحكام فقهية لأنه سيدنا النبي ما رفع يديه على المنبر أبدا ولذلك من الأخطاء اللي بيقع فيها بعض الخطباء أنه يرفع إيديه على المنبر النبي ما رفع يديه على المنبر كان يدعو بأسبوعه هكذا سيدنا النبي معايا حضرتك ولا مستغربة أول مرة أسمع كلام ده حضرتك إحنا بنخطب بعد ما خلصنا الخطبة بنعمل إيه ندعو ما فيش إمام يرفع إيديه على المنبر لا ليه بأى ممنوع سيدنا النبي ما عملش كده وما سيدنا النبي عمل إيه كان يدعو هات اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم عافنا اللهم عفو عنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرارنا وما أعلننا شار إلى التوحيد بطرسة هقولك دي إشارة لإيه حتى وإحنا في الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد عبده ورسوله وبعدين بعد ما خلص التشاهد بتعوز من أربع فتن الدنيا والمحية والممات والقبر والمسيح الدجال ثم أدعو الله بما شئتم ادعو به فإنه أشد على الشيطان من وقع الحديد فمش في كل وقت بنرفع إيدينا خالص أحكام قية موضوع تابعي وحنقولها بس هنقولها الله يسلم ساعدتك أهلا وسهلا كل سنة وأنت طيب كل عام وأنت بخير بخير أنا أنت ثلاث أسألة فضاني أول سؤال أنا دلوقتي أعزل فيه رمضان بقول صلاة التسابيح أنا وصل ليها بس حتى حس النفس إن أنا بطلق بطل عدد صلاة التسابيح صلاة التسابيح أه وفضلها إيه في رمضان حاضر هستأزم عليك ادخلي على الانترنت وكتبي صلاة التسابيح رمضان عبد الرازق هيتطلع عليك فيديو موجز كده بالترتيب كويس جدا جدا تمام ومع ذلك برضو هفكركم بها دلوقتي تمام طبعا أنا بصلي وأنا تجدع بصلي على النادي الأول وبعد كده بجي وبعد كده واختصلي على النادي فهذا كده يجوز وينفع تمام الثالث حاجة وأنا بوضع تجدع وكده صدفني على الشيخ يجري إذا كانوا في أي صلاة صلاة الترويح وصلاة التسابيح أنا بأمني وراه وأنا تجدع فهذا كده يعني أنا هي تجدع وكده يعني أنا يدعو له تيب تيب إسمعه في المسجد يعني لا أنا في البيت مثلا وفي قرآن في التلفزيون أو أخر أحد فهذا بأمني وراه تمام فسعاد الشيخ رمضان برضو يدعي حاضر حاضر سبيني طيب كده صلاة التسابيح سريعة بالسرعة صلاة التسابيح أربع ركعات ممكن ركعتين وسلم أو ركعتين أو أربع على بعض فيهم تلتمية تسبيحة كل تسبيحة واحدة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله كده واحدة متعين التلتمية على الأربع ركعات كل ركعة فيهم خمسة وسبعين تسبيحة باختصار شديد أوي كل هيئة من هيئات الصلاة بسبح عشرة إلا بعد قراءة الفاتحة وما تأسر يعني هقول الله أكبر وسبح عشرة أقرأ الفاتحة وما تأسر وسبح خمستاشر أركع عشرة أرفع من الركوع عشرة السجود الأول عشرة الجلوس بين السجدتين عشرة السجود التانية عشرة كده خمسة وسبعين تسبيحة يعني الخمستاشر بس بعد قراءة الفاتحة وأي سورة الله ينور على ساعتك طيب قيام الليل هي سجدة وابتدعي قبل الدعاء بتصليع الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بعد الدعاء بتختم بالصلاة على الرسول عليه السلام هو ده كان سؤال من ضمن أسئلة الحلقة إننا كيف أدعو ربي اللي هي بتقوله صح بس هنضيف بس إيه إننا لما جد يا ربنا يا جماعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد فواحد من الصحابة اللهم اغفر لي اللهم ارحمني فسيدنا النبي قال عجلة هذا انت مستعجل ليه فجاء التأني في الدعاء لا قال لي سيدنا النبي علمني لا مش مسألة التأني بقى يا لمياء هنم إنما مسألة ترتيب الترتيب إيه هو يا جماعة اتعلموا زي ندعي ربنا واللي علمتنا كده صورة الفاتحة نبدأ بالثناء على الله ثم الصلاة على سيدنا رسول الله ثم أرب ما أشاء ثم أصلي على سيدنا النبي ثم أوجب والإجاب هو قول آمين يبقى لي ازاي بقول كده اللهم يا كريم يا حليم يا عظيم يا رب العالمين يا واحد يا أحد يا صمن يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات أثني على ربي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب اغفر لنا يا رب ارحمنا يا رب بارك فينا يا رب كذا أطلب من الله ثم أصلي على سيدنا رسول الله ثم أقول اللهم آمين طيب وهي بتصلي بتأمر لو سمعت الإمام في التلفزيون أثناء الصلاة لا ما ينفعش لكن لو هي في المطبخ وفيه برنامج ديني وشيخ بيدي على في التلفزيون تقدر تقول أمين تقول أمين لكن في داخل الصلاة لا تمام مدام إلهام السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي إزاي حضرتك الحمد لله أهلا وسهلا بيك عايزة أكلم من فضلتي الشيخ تفضلي من حضرتك أي أنا أهلا وسهلا يا فندم إزاي حضرتك الله يسلم سعطي كل عام وحضرتك بخير وحضرتك أنا ما بصومش عندي الدخل والسكر والقلب شفاك الله وعافاك أنا أطلع زكا ولا حاجة أنا فرشة بشوية توك كده على الشارع يعني لا بأخذ معاش ولا بأخذ حاجة أعمل يعني أسد إزاي أو أسد ديوني إزاي ما عندكيش ما يقضي إنك أنت تطعيمي كل يوم مسكين ما معيش لا ما معيش ألف سلام أنا بنيكي بشوية توك كده على الشارع أنا مسكين أعمل عاجة ومليش معاش ومليش حاجة ربنا يرزقك ربنا يبركك سؤال حضرتك يا أم أنا أعمل إيه عشان أنا ما بصومش ما بقدرش أسوم ولا تعملي حاجة تذكر ربنا وبس وقط عنك ونعم بالله قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها طالما من مش أدر ومعكيش سقطت عنك الفدية ولا حرج عليك ولك الأجر والثواب ربنا يشفيها من يتقبل منها طيب نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل ورحب بحضراتكم مشاهدين معنا مرة تانية معنا النهاردة فضلت الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق وعضو اللاجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلاتكم مدام فادية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي عم نام تريد الحمد لله بخير خيزي سحيدك الحمد لله تفضلي ممكن كنت في عم رمضان نعم سمحت تفضلي السلام عليكم عم رمضان عليكم السلام أهلا وسهلا خيزي سحيدك الحمد لله ربنا بارك في عمرك أنا بحبك جدا 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 ربنا يجبر خاطرك يا رب عارفوا ريس الشيخ أنا من بلد مين أيوة بلد الشيخ عبد البسط عبد السمن اللهم صلي على سيدنا النبي رحمه الله رحمة واسعة أمين يا رب صاحب السندي الجميل ببلد القرآن يا بنتي ربنا يجبر خاطرك الله يخليك لو سمحت فضلت الشيخ أنا أنا في طبيعة مش عارفة بحسب عليها ولا مم إن أنا لما تتيجي سلت أي حد بقرهه وش بيتغير مم يعني وش بيتداي يعني بجيب ألوان يعني أنا مش عارفة عليه زنب ولا لا وشك بيتغير مش عايزة حد يجيب سرته ولا وشك بيتغير لح أنا بدايا عدم بقرهه بقرهه مش بحد يعني بدايا لما تيجي سرته طب بتتكلمي عليه بقى بعد ما وشك يتغير آه يعني بتحكم في نفسي لا فيش يعني بغير الموضوع بغير الموضوع موضوع أنت كم سنة يا فادي 29 سوتها صغير مزلوط آلو معاك سامعينك إيه لما حد بيجيب صيرة الشخص اللي انت مش حباها أو الشخصية اللي انت مش حباها بتتمادي بقى معهم في الكلام وكده لا بغير الموضوع أو بروح أي حتة كان طيب حاضر سامعيش حاجة أخيرة فضع لي أعمو رمضان ممكن اسمح لي أخذ رقم والله يعزى بروي على الآخر ومش عارفة توصل معاه ارجعي للكنترول طيب كده عليها زنب شي حضرتك هو تغير الوجه لما تيجي سيرة حد دون أن أنطق ما فيوش مشكلة يعني شيء داخلي وليس عليه زنب لكن يبقى مشكلة لو احنا جبنا سيرة حد حتى لو أنا بكرهه ما جبش سيرته لأنا لو جبت سيرته حتى بالحاجة اللي هي فيه دي غيبة يعني يا جماعة الله يرغي ياخد من حسناتي طبعا يعني تخيلها حضرتك لو واحدة غارت من واحدة فقالت عليها دي قصيرة قال يعني أنا طويلة يعني الكلمة دي ترميها في النار سبعين سنة يا لو قالت عليها هي رغاية وهي فعلا رغاية دا لو قالت على الحاجة اللي فيها مظمو يعني أي بالزبط يعني حضرتك فلانة دي رغاية تمام واحدة قالت عليها أنها رغاية وهي فعلا رغاية وهذه الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في غيبتي لما تجيب سيرت حد بالحاجة اللي ما يحبهاش ومش موجودة شوف ربنا سبحانه وتعالى يسهل لنا ويسر لنا أمور الخير والحاجات البسيطة قوي لناخد بيها أجر وسواب عند ربنا سبحانه وتعالى حاجات بسيطة جدا وبرضو حاجات بسيطة جدا 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 ممكن زي ما حضرتك قلت والعزو بالله ليه معالك العلاقة اللي بينه وبين ربنا مبنية على المسامحة إنما العلاقة اللي بينه وبين الخلق مبنية على المشاحة يعني اللي بينه بربي سواء كريم وأكرم فهي عديلي إنما بينه وبين الناس يلزم حدك ما تجيبش سيرة حد ولو جبت سيرته بحاجة هي مش فيه بقت كبرتين الغيبة والظلم وربنا في القرآن قال ولا يغتب بعضكم بعضا طبعا فادية الحمد لله بنت كويسة بتقول ما بجيبش سيرة لكن احنا بنقول تغير وجلك ليس عليه ذنب يبقى فيه ذنب لو جبت سيرته حتى لو حد جاب سيرته وانت سكت وقعدها تبقى زيك زي اللي بيتكلم لأنه ربنا في القرآن الكريم قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم فيا جماعة اللاعد في مجلس غيبة زي وزي اللي بيتكلم المستمع سينا نبقى الكده المستمع شريك للقائل في الإثن يا جماعة يلا بينا نرفع شعار مهم جدا هحافظ على حسناتي قدموا حفظتي على مالي لأن أنا لما هل ممكن أمدي إيدي في جيبه واجه نامي فلوس في الأرض أنا لما بيجيب سيرت حد أنا بمدي إيدي في صندوق حسناتي وارم حسناتي في الأرض وبكافئ بها اللي بكره ده أقولك على معلومة تانية فت أكبر حصرة يوم القيامة إنه يجي الإنسان ويجي عدوه يمسكه من رئابته من إيدي ربنا وياخد منه حسنات ويقوم الجنة على حسابه دخالي بقى لو رخم ويبصه كده بالبلد كده هيبقى غول بدنيا وآخر يعني هم دايقك في الدنيا وكمان هيجي للآخر يعمل فيك كده يبقى أنا ناصح أنا أجيبش سيرت حد ده بدا لإن حسناتي غلي علي صح جاهد نفسك يعني هي اللي هي قالته ده أسلم حل بعد الكلام اللي أرد حضرتك إن هي تقوم وتسيب القعدة بالضبط يا إما تقول جيبهش سيرت حد أنا حسناتي غلي علي أغلى من فلوسي وأغلى من مالي لإن هيوم القيامة ما فيهاش ما فيهاش تراضية ياخد من حسناتي ياخد من سيئات طيب وعلى إيه هيبقى من البلد كده غول بدونيا وآخرة تكره حد ما تجيبش سيرت أبدا أبدا حابب تجيب سيرت حد هات سيرتبوك ومك هم أولى الناس بحسناتك يعني إيه يعني أنا بدلا ما أجيب سيرت عدوي وجامل وديله حسناتي أجيب سيرتبوي ومي وديهم الحسنات ده معاذ بن سيدنا يحيى بن معاذ اللي قال كده قال لو كنت مغتابا لأغتابان والدي قالوا له ولما قال هم أولى الناس بحسناتي طيب ناخد مادام رانيا مادام رانيا تفضلي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا لامية بس مش دعية قل هيهمي عندي استثار للشيخ لمضان ممكن فضع لي أنا كنت عايزة عارفة يعني ما كن حد وعدك بحاجة وخيلي بيك ما أكملش الواعد الأول وإنما عملت الزنب يعني هون مجرد شكل ما يخيلي بيك بعدما كان وعدك بجواز كل حاجة ده يبقى أي عند ربينا يعني طيب ما حد وعدك بحاجة وخيلي بيك وفي نفس الوقت مضمالك حياتك كلها كلها شغلك وبيتة وكل حاجة مضمر حياتك عشان يتعشمتي فيه؟ بالضبط لأنه هو الدنيا وعد جوازه في الأخير خيلي بي يعني مجرد شك مش اللي هو حتى شبعينه أو سمع لا ده شك بس في أسباب يا فندم؟ لا ما فيش أسباب هو مجرد شك هو شك فيك؟ أه شك فيه بس ما شفش بعليه وما سمعش بودين ولا أي حاجة يعني ده أنا كمان اللي بحكيلي يعني أنا يعني شك ده مجرد عن كلام سكية كمان أنا بحكيلي كل حاجة بتحصل معي وتمعتك اللي 14 ساعة يعني ما بخبش عنه أي حاجة يعني مصدر الشك كلامك أنت ليه؟ كلامي أنا أو لما أنا بحكيلي بقوله حد تكلم معي وقال لي كذا في شغل دي حصل معي كذا النهاردة يعني أحسنتي أولا هو فيه في حاجة اسمه فقه الحديث تمام؟ ليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما يقال يقال لكل إنسان وليس كل ما يقال لكل إنسان يقال في كل وقت وأوالي صحيح صحيح مش معناها إن احنا هنكتم ونلف ونظور على بعض لا طبعا فيه أشياء مفيش داعي ليها يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوقكم بلاش نس فيه في اللي ما يخصناش أو فيه فلابد إن احنا نبقى فاهمين إحنا هنقول إيه وما نقولش إيه ويتقال إمتى ده فقه مهم جدا وما أجمل من الصمت من صمت النجا نقطة من أول السطر إحنا ما ناخدش الناس بالظن والشك طبعا لأنه ده مدخل كبير جدا من مداخل الشيطان تمام لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وواحد بيسأله عن الشهادة بصل السماء كده وأشار إلى الشمس قال له ترى الشمس ألقى قال له على مثلها فاشهد أو دع لا ابعدوا عن الشك يا أيها الذين آمنوا جدا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثن ولا تجسسوا التجسس اللي هو إيه المراقبة التصنط ده أفل الباب يتصنط على الباب حرام لأنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إنه اللي يتصنط ربنا يوم القيامة هيصب في وبنه الرصاص المزاب المولع نار يا ساتر قبل بقى بتتسمع ليه؟ انت ماشي في الشارع واحد ماسك موبايل بيتكلم أسمعه واحد فتح كتاب جنبك عملته بص خلاص الثقافة يمكن ما فتحش كتاب بقيله سنين أول ما تفتحك كتاب جنبه تلاقي بيقرأ معاك مرة كنت قاعد زمان جيت للجنب ممكن أقلب الصفحة خلط ولا لسا ما قلت ناخد في الكتاب أصلا فلأ يا جماعة لأ في خصوصيات مهمة جدا ومناخدش الناس بالظن ومناخدش الناس بالشكل وهنكمل تاني بعد الفصل إن شاء الله خلاص الشيء رمضان طلعنا فصل بنابري مرحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية معنا النهاردة فاضلت شيخ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأظهر الشريف فقرتنا وفقرة جمعية البر والتقوى المصرية سريعا كده اللي يخلف الوعد هو ربنا سبحانه وتعالى مدح الذين يوفون بالعقود وبالعهود وبالوعود ومن أوفى بمعاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فهو وعدها وما صدرش منها شيء فهو آثم إذا خلا بها وكمان نقطة مهمة جدا هو علق قلبها به فارفقوا بالقلوب الله يرضى عني وعنكم لأن الخداع كارثة أنت ما كنتش بتحبها ما كنتش كملت ما كنتش انتظرت لما تتعلق بك فاتقوا الله عز وجل في قلوب الناس وفي مشاعر الناس نتكلم بقى عن أعمال الخير والصدقات والناس اللي بتدعي ربنا بالفرج وأن ربنا يفك ديئتها وحبيبنا الفقراء اللي على رأسنا كلهم وأنه أنا عايز أقول أنه هم هدية من عند ربنا سبحانه وتعالى لينا في الحياة علشان خاطر بالصدقة وبالزكاة احنا بيتشل من حياتنا حاجات كتير جدا ابتلاقات ومشاكل وضيق ويعني صحيانا البني آدم يبقى رزق ولاي ربنا يفرجها ويبارك في الرزق ويبارك في الحياة ما هي اسم الزكاة أصلا سميت زكاة لأنها تزكي تزكي الغني بأنه تطهر من الشح والبخل وتزكي أسيادنا الفقراء بأنها تطهرهم من الحقد والحسد والغيرة وتطهر المال من حق الله عز وجل وتطهر المجتمع فيصير مجتمع فيه ألفة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فهي زكاة لأنها بتزكي كل أطرفها الغني والفئير والمال والمجتمع تلك الرباعية قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها بالطهر الجميع طهر الغني والفئير طهر المال والمجتمع وتزكي الجميع والتزكية تربية بحسن الخلق ولذلك علمنا الله عز وجل أنه أنا أهتم بصدقة المشاعر أبل صدقة المال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أزم دجمال ومشاعر يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه دجمال ومشاعر يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأزى كالذي ينفق ماله رئاء الناس دجمال ومشاعر ومثل الذين ينفقون أموالهم بتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل دجمال ومشاعر فبيعلمني إزاي الصدقة تبقى صدقة مشاعر وصدقة جمال وإزاي أراعي مشاعر أسيادنا الفقراء مواد التذكية والتطيير بطهر أخلاقي وطهر مالي وطهر نفسي ولما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا طيبا هنا لها معنيين طيبا بمعنى الجيد وطيبا بمعنى الحلال الدني المعنيين فالطيب هنا الطيب يعني الجيد الحلو ليس خبيثا ليس رديئا ليس سيئا ترضاه لنفسك أرضاه لنفسي بقى طيب 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 إيه معنى التاني الحلال يبقى إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا يعني جيدا وحلالا اللي ترضاه لنفسك وإنت في شهر بقى الجود كاملا لما سيدنا النبي صلى الله وسلم كان في رمضان bouncing بقى أجود الناس في رمضان وفي غير رمضان كاف نجي في رمضان يزود قوي الجود كان سيدنا النبي صلى الله وسلم أجود بالخير في شهر رمضان من الريح المرسلة يعني أسرع من الريح إشمعنا الريح المرسلة قال لأن فيها ثلاث حاجات الحاجة الأولى السرعة التأني في كل شيء خير إلا في أعمل الخير الله ينور على ساعتك إسرع على طول وسارعوا فاستبقوا يسارعون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فالسرعة مش سرعة وسكت لا سرعة وتتابع يعني مرة تانية ومرة تالتة مرة ربعة وإيه كمان والشمول والعموم يدي لكل الناس يعطي عطاء من لا يخشى الفقر يدي للغني والفقير كان يقوله كده آمنوا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر لأن ربنا قاله في الحديث القدسي الجليل أنفق أنفق عليك أنفق ولا تخشى من زل عرش إقلاله فالله يدي ربنا يديله والله ينفق ربنا ينفق عليه والله يوسع الناس ربنا يوسع عليه وسبه صلى الله عليه وسلم قال لإحدى الصحابيات لا توكي فيوكي الله عليك يعني إيه؟ يعني إيه؟ عارف الوكاء الرباط عارف لما بنربط حاجة فالربط هنا يعني إيه؟ اللي هو المنع يعني لا تمنعي الصدقات والزكوات فيمنع الله عنك فضله وإحنا في شهر الجود جود يجود عليك ربنا وربنا بيجود علينا يجود علينا بالمغفرة يجود علينا بالعطق من النار يجود علينا بأفل أبواب النار يجود علينا بفتح أبواب الجنان يجود علينا بليلة القدر يجود علينا جود عظيم جدا توسعة الأرزاق وإطعام الطعام وجبر فأنت ربنا بيجود عليك فأنت جود على عباد الله يجود الله عز وجل عليك ده نقطة مهمة جدا فحنا فيه شهر الجود وما شاء الله تلاقي جمعية البر والتاقوى ما شاء الله هي نشيطها طول العام تيجي في رمضان ما شاء الله لا قوة البلاد تلاقيهم في معظم الأماكن وتلاقيهم في الخير وصحور الخير وكراتين الخير ووصلات المية ومن الحاجات المهمة اللي اكتشافتها حتى إفطار المسافر مشروع هاية الطرق يقفوا على الطرق اللي مسافرين في وقت الإفطار يدوا للناس ويدوا لأسيادنا اللي سيئين العربيات النقل واللي راكبين في مكربص واللي راكبين في أوتوبيس إفطار مسافر اللي يفطر صائم الإفطار هنا مقصود بيه الأكل ولا زي من خضرتك بتقول كده لو وقفين على الطريق بنشوف شباب ونشوف ناس وقفين على الطريق وجماعية برضو البر والتاقوى معهم ميا معهم عصير معهم طمر اللي يفطر صائم المقصود بيه إفطار أول حاجة تدخل المعدة كله يهاني كله يفاني كله عليه نفس الأجل كله له نفس الأجل ولا الأكل يزيد ولا الماء يتزيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال قال من فطر صائما كان مغفرة للذنوب وعتقا لرقبته من النار وكان له مثل أجر الصائم دون أن ينقص من أجر الصائم شيء يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على تمرة أو مزقة لبن أو شربة ماء لمن لم يجد تاب من وجد الدلو تمرة وميش كان لنا خدت فطار لا هو يحتاج إلى الأكل إنما سيدنا النبي يقول لنا هذا الكلام على سبيل التحفيز للإعطاء مهما كان العطاء قليلا مش كده وبس بيدي فرصة لمن لم يجد أيضا أن يتصدق تاب لمن وجد ما يجيش أقول إيه أنا بدل ما أجيب وجبات أنا أجيب بقى تمر أوزع تمر بس تاب من الناس دي عايزة تاكل ما في بعض الناس ممكن يفكر كده أجيب تمر بس وأزاز ما يصغيره تاب من الناس دي تريد إطعام الطعام ده صايمة طول النهار له الأجر والثوب كل من فعل ذلك من أعطى تمرتا له أجرها من سق الناس ماء له أجرها من أطعم الناس له أجره يلفت نظرك أنه لما جمعية البر والتقوى ده مطبخ الخير بتعمله على أحسن ما يكون الحاجة تفرح يعني شوفي مطبخ الخير شكله جميل إزاي وحاجة كويسة جدا ومتنوعة وأنا رحت زورت بعض المطابخ دي حاجة مشرفة الناس اللي وقفة بالكمامات ونبسين في إيديهم وحاجة في منتهى النظافة والأماكن نظيفة جدا وشيء مشرف وحاجة كويسة جدا مع التنوع يعني نرتضيه بجد أنه يدخل بيوتنا فذه من أعظم ما يكون أعظم ما يقرب العبد إلى الله عز وجل أنه يطعم الطعام قال الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرة إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور إننا خاف من ربنا يوما عبوسا قم طريرا فتلاقي حاجة مشرفة جدا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم البيان الأول أيها الناس أطعموا الطعام لما كان حد يجي يسأل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته عن الإسلام يقول له طب هو الرسول بماذا يأمركم كان يقوله كده بإطعام الطعام وصلة الأرحام وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا فصار إطعام الطعام مقصد من أعظم مقاصد الدين صحيح لأنه أنت متخيلة حضرتك لؤم بطن جاء شكلها إزاي حد جعانه أنت أطعمته حد عطشانه أنت سقيته ده ست لما سقت الكلب شكر الله لها وغفر له وأدخلها الجنة فبالك بمن يسقي إنسان صحيح ده لو حشرة شربت من ماء لك حشرة وأنت لا تعلمها لكن الله يعلمها نحن بنعمل ربنا سبحانه وتعالى الله يبارك في عمرك قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر كل كبد بيشرب من مائك له أجر فمن أعظم العبادات من أعظم ما يقربنا من الله عز وجل إطعام الطعام نروح نشوف تقرير خاص بجمعية البر والتقوى ونرجع لحضرتكم مرة تانية أجر وسواب اللي يشارك في أي شيء يخص المياه هو من الحاجات الجميلة أوي اللي برضو أنا بتبعها في جمعية البر والتقوى حاجة جميلة جدا اسمها الآبار النموذجية البئر النموذجي اللي هو بتطلع المية من تحت الأرض ثم يتم معالجتها عشان تكون فلحة للتشرب واللأك بالضبط عشان تبقى في منتهى النقاط عشان تبقى صفية متفلطرة تماما فده البئر النموذجي بئر نقي نظيف مياه تبقى صالحة تماما للشرب فبيتم معالجة هذه المياه من خلال الأجهزة عشان تصل إلى أسيادنا الفقراء صالحة نقية صافية فده من المشروعات الجميلة الجديدة اللي هو البئر النموذجي ما أجمل اللي يتصدق به ويعملوا صدقة جارية أو يعملوا صدقة عادية أو يعملوا زكاة جارية مصرف من كل هذه المصارف فالبئر نموذجي مهم جدا جدا يقدروا عيلة كمان يشتركوا فيه الأولى هو ممكن يبقى بئر كبير ممكن بئر صغير أنت مش قادر تعمل ساهم شارك بالل أنت تقدر عليه قادر تعمل لوحدك أعمل مش قادر شارك مع غيرك يتعمل ممكن بئر واحد يكفي بلد كاملة يكفي أكثر من ستمائة شخص عمل عملاق عمل كويس جدا جدا فالجمعية معنية دايما بالتطوير والتنظيم والترتيب وإحنا في أيام مباركة جدا جدا الصدقة فيها مضاعفة أكثر من غيرها الأر وصواب الصدقة زي أجر وصواب الزكاة الصدقة تعارف الناس أولا هو الزكاة اللي هو الفرد ركر من أركان الإسلام والصدقة اسمه أيضا من أسماء الزكاة لأن الله عز وجل قال بيكلم عن الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم آخر الآية الفريضة من الله فربنا بيكلم عن الزكاة وسماها صدقة وقال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها لكن تعارف الناس واصطلح الناس على إن اسم الزكاة يطلق على الفرد واسم الصدقة يطلق على النافلة والسنة فالزكاة انقصد بها مقصود بها ركن من أركان الإسلام هي أعظم أجرا وهي أولى أولا يعني أنت دلوقتي عليك أموال في السنة قد إيه لازم تحسب زكاةك الأول وتبدأ بإخراج الزكاة زي بالضبط يا فندم حد ما صلاش الظهر ولا أنا هصلي السنن ومش هصلي الظهر هل ينفع؟ فأدي الزكاة الأول ثم في أولويات طبعا يا فندم الزكاة الأول ثم الصدقة ربنا يتقبل من الكل نورتين يا فضلت الشيء بشكر حضرتك بشكر حضراته مشاهدين ولو عاشتك اللي يا عمرش في حضرتك بكرة على خير إن شاء الله سلام عليكم